اتفقت كلمة أهل التربية الروحية على أن المريد السالك السائر إلى الله لا يصل إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب النفس فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلابد أن ينتهي إليه والشيطان على قلة ذلك الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه أنت لا يمكن أن تصل لك حتى تمر فوق هذا الجبل لكن الشيطان يقول لك أوحك إذا صليت عشرين ركعة بجوز يتكسروا رجليك هو لا يتكسروا رجليك إذا أنت يا أخي غضيت بصرك ما بدك تتجوز إذا أنت البست الحجاب الشرعي كيف بدك تتجوز إذا أنت يا أخي ما أقمت علاقة مع فتاة كيف بدك تتعرف عليها إذا أنت ما شربت سيجارة يا أخي شون بدك تشتغل الله وكيلك ما عد تقدر تشتغل الله أكبر الشيطان لا يزال يمنعك من ارتقاء هذا الجبل ويضع لك العقبات من أجل أن تبقى هذه النفس عائقة بينك وبين الله عز وجل واتفقوا على أن الشيطان لا يزال يزج العباد بالذنوب ليقطعهم عن السير إلى الله عز وجل أو يؤخرهم النفس من جهة تعيقك والشيطان من جهة أخرى يعيقك ترجمة نانسي قنقر